ازاي بتاريخ امريكا اللي هو استاذ ومعلم الابادة والتهجير فجايين النهاردة يرسموا خريطة جديدة نتنياهو رسم خريطة قدام الامم المتحدة وعلم بالفلومستر شو بالفجر علم بالفلومستر ايه بقى الخريطة دي الخريطة دي تعني اعتمادا تعتمد على التطبيع مع السعودية والامارات كده واضحة لان احنا مش هنقول حاجة مستخبية ولا بتاع ليه علشان سنة تلاتة وستين كانوا عايزين يعملوا يشقوا قناة بونجوريون موازية لقناة السويس لانهاء قناة السويس وتدمير مصر قضاء على قناة السويس قناة السويس فحيعملوا ايه هيحفروا لقوا ان الحفر في الاراضي الاسرائيلية عشان تعدي وتروح على البحر الابيض ولا ناو يفجرها عشان يحفروا هم عايزين يحفروا اعمق من قناة السويس المصرية وشوي برضو ان القيادة المصرية اول ما تولت عمل التعميق لقناة السويس واحنا قلنا ده وقته وده كده بس كان فكرة صائبة علشان دخول اكبر عدد من السفن اللي تسمح العمق يسمح لها فعايزين يعملوا بقى قناة بن جوريون ما لهمش غير الطريق الموازي للحدود المصرية جوه غزة للبحر الابيض ده الخريطة اللي ترسمت كويس طيب علشان ده اللي اسهلهم في الحفر ويعملوا خط بري من مكة لما نتنياهو في التليفزيون قاعد يرقص هو بيرشح نفسه قال وبعدين هيبقى فيه طريق بين مكة لتل عبيب يس 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 طبعا بالنسبة له ده حاجة ده فيديو موجود بس عشان اللي هيكلم يقول معلومات دي منين احنا بنتفرج زي المشاهدين انا مواطن مصري عربي مهموم باللي بيحصل وبتابع اللي بيحصل وفي حاجات طبعا تخريفة الوحن بيصدقه وميسمع هاشم فعشان يعمل ده ده انت حضر مصر يعني مصر لما عمل السلام مع اسرائيل وانا باعتبره سلام برضه منقوص وده اللي كان دقيقنا في حصر عبدالسادات ان احنا شايفين اه احنا عايزين سلام بس ما يبقاش منقوص واتفاقية كان بديفيد والتطبيع كل الرؤساء السادات وحسن مبارك والنهاردة لا احد يستطيع ان يجبر الشعب المصري طبعا مع اسرائيل في دول بقى ما هياش على خط التماس مع اسرائيل ولا حربة اسرائيل ولا لاح علاقة بالمسألة لا دي طبعت مع اسرائيل ايوة بس في دول طبعت مع اسرائيل لكن الشعوب ما طبعتش وفي دول الشعب طبع انا بقولك الشعب المصري طلع مرة حسن مبارك وقالها قال بيضغطوا علي وانا ماليش اني اكبر الشعب المصري على طبعه الشعب المصري رافض ايوة كويس انما عشان السلام الدولة بتتعامل في سفير هنا وفي سفير هنا انا وفي علاقات يعني علاقات سياسية اه علاقات سياسية النهاردة عدوك بيئزيكي مش قد عايز الخطة يبقى اه انا عايز ارجع لحتة بس طبعا عشان مش عايز اعيد تفوتني حضرتك قلت المقصود من كل اللي بيحصل ده مش غزة المقصود هو مصر ايه مقصود بسينة الناس لازم تفهم ايو مقصود بسينة لان لو سكنت غزة في سينة كسبت حاجتين كسبت اول حاجة انها فضل غزة علشان تعمل القناة بتاعتها وتعمل مباني وتعمل مقاطعات جديدة نمرة اتنين قازت مصر في ايه قازت مصر بانها فقا في مشكلة لو رصاصة خرجت من سينة تقنل الحرب على مصر بالضبط وحنبقى احنا قاعدين قدام موقف بصراحة انا شايف ان سواء المصريين او العرب او الغزوية الفلسطينيين موافقين ان هذا الغول امريكا وزراعه الاجرامي الصهيونية انها ببساطة كده تقول حوزع الناس دي حجرها في الحتة دي بمزاجها بتقسم مصر او بتاخد منها حتة ده كلام مرفوض حتى لو الشعب المصري فقط خمسين في المية منه لو فقط خمسين في المية منه انه يتمس او الكيان الصهيوني ده ينفس خطته مؤمرة حقيرة في منتهى الرعب في منتهى الرعب ليه في منتهى الرعب؟ علشان الخطة الرئيسية برضو عشان اللي بيبتوع الناس اللي ضد المؤامرة هي معلنة من الفراط للنيل لقوها صعبة فعدلوها اللي هو هيرتزل كان قايل من النيل الفراط ده المشروع القومي للصهيون لقوها صعبة قالك لا من الفراط للنيل وده حصل الفراط الاول لما يطلع مستشار الامن القومي في الكيان الصهيوني في الكيان الصهيوني مستشار العسكري يقولك بعد ما نسكن الفرسلين في سناء بالتليفون شو في الايهانة بالتليفون لأي دولة هي بيت تحت الحكم العسكري الصهيوني